حضراتكو زمان ايام سي السيد او الفيلم بتاع سي السيد يعني وقابينا وكده كان سيست مراش حاجة غير بيتها وولادها مع مرور الزمن ابتادت المرأة تبقى محتاجة ان هي تثبت وجودها في كثير من المجالات لغاية لما وصلنا انها بتثبت وجودها في الاقتصاد والسياسة والعلم والطب في كل المجالات عايزة يبقى فيه مسئوليات عليها اكتر هي حرة وبالفعل حضراتكو لو انتو شفتوا او دخلتوا اي مؤسسة حكومية او مؤسسة غير حكومية او البرنامج لو زورتونا هنا في البرنامج ده هتلاقي نسبة المرأة للرجل في الشغل هنا عندنا كبيرة يعني الستات بمعنى اصح موجودين في كثير من المجالات بشكل كبير جدا يمكن عن الرجالة وكثير من السيدات برضو في اخر السنوات تلاقي ان الست هي اللي تشتغل وتصرف على البيت والراجل ممكن يكون مش تلاقي شغل بشكل او باخر بسبب ظروف او اخرى يعني يعني معناها ان المرأة موجودة ومتواجدة وبتأثر في البلد اللي احنا عايشين فيها بشكل كبير جدا في كل القطاعات طيب قبل الصورة وبعد الصورة انا منتكلمش هنا ان الصورة دي كويسة ولا مش كويسة لا الصورة دي مية في المية كلنا مع الصورة والصوار وللاحسن ان شاء الله لكن فين المرأة فين تواجدوا المرأة في الوقت الحالي لسه انا قاري من شوية في الجرنان انه الانتخابات البرلمانية اللي احنا فيها دلوقتي المرحلة التانية كسب تلات ستات اول واربع في المرحلة القوية يعني سبعة من كان بقى من خمسمية اللي تقريبا مقعد حوالين الموضوع ده ودور المرأة ليه حصل له نوع من التقلص بشكل كبير جدا معايا ضفتي الاستاذة هبة عمر نائب رئيس تحرير اخبار اليوم صباح الخير يا فاني اهلا صباح الخير نهارك سعيد نهارك سعيد استاذة هبة هو ليه احنا دايما المرأة بيبقى لها دور وخصوصا من احنا شفناها مثلا في الصورة نفسها يعني كانت المرأة مع الرجل جوه الميدان بتنادي بالعدالة الاجتماعية بتنادي بان مصر تبقى احسن وفي الاخر المرأة تحس ان هي تقلص دورها بشكل كبير جدا بعد الصورة شوفوا الحقيقة المخاوف دي بدأت تظهر او يعني وجهة نظر الحراكة دي الناس حست بيها قوي مع بداية انتخابات المرحلة الاولى ونتائجها ويعني صعود الطيار الاسلامي بدأ التخوفات دي تظهر بقوة بسها الحقيقة موجودة من قبل الصورة يعني اخر برلمان مزور في تاريخ مصر كان في 2010 ورغم التزوير كان نسبة المرأة في ضعيفة الا مسألة الكوتة وال35 مقعد اللي تم فرضهم بالكوتة للنساء فهي الحكاية كانت ورغم كده كان يعني الاحزاب مثلا بتحط الستات كان نوع من ان انا لازم يبقى فيه ست وفيه مسيحي عشان يعني متوازن لكن مش بتفكير حقيقي في ان النساء يستحقوا ان هم يمثلوا هذا الحزب او زي احنا عندنا عموما حالة في المجتمع من قبل الصورة انه يعني الستات كفاءة اليوم كده من قبل الصورة بدأت تظهر اعلانات في وظائف كتيرة جدا للذكور فقط اعلانات عن وظائف للذكور فقط يعني النبرة دي كانت بيينة قبل الصورة قوي لما حصلت الصورة انا بداعي وانا واحدة من اللي كانوا متحمسين بيها وشاركوا في ايام كتير انه ستات كتير من اللي قابلتهم في الميدان كانوا حاسين ان الصورة دي جات عشان تنقذهم من ظلم كتير حاسين بيه يا اما في بيوتهم يا اما في اماكن عملهم يا اما في المجتمع بصفة عامة انهم يعني لا يقدروا التقدير الكافي دورهم غير مقدر تمثلهم في المجالس الشعبية والمحلية غير موجود فكان برضو صرخة ضد الظلم عموما يعني كل المجتمع كان يصرخ ضد الظلم والفساد وعدم اتاحة الفرص لمن يستحقها فلما بعد التنحي وبعد ما بدأنا يعني نرجع انه ظننا ان عجلة الثورة سوف تدور في مصارها الصحيح يعني وهذا لم يحدث بدأ يبقى فيه حتى لما بقى فيه كلام عن الميدان ما كانش فيه كلام عن دور النساء في الميدان ودور النساء في الميدان تشهد عليه المستشفيات الميدانية الطبيبات والصيادلة وحتى من كنا يعديدنا الطعام للمتظاهرين والمتظاهرات نفسهم هم نفسهم جنب الرجالة برضو وعلى فكرة لم تحدث لحالة تحرش ولا سرقة ولا مدايئة لأي ستة أو بنت خلال أيام الصورة يعني حتى لما كان تبقى حد عايز يخرج من الميدان أو ينتقل من مكان إلى مكان كان بتلاقي انحصر كده وبقى فيه ممر الستات يعدوا منه نعم تلقائيا بقيت تستغرق ده الشعب المصري اللي فيه تحرش بالنساء وفيه حوادث اقتصاد يعني كان حاجة غريبة جدا كنت تحس ان دي مصر اللي الناس كلها عايزيها يعني تخرج من الميدان تحس لمصر أخرى لكن جوه الميدان كانت هي دي مصر اللي كل الناس عايزها هو للأسف بعد الثورة مش زادت الحالة لكن هو بقى فيه إحساس بأنه لم يتغير شيء لم يتغير شيء يعني الثورة ما قدرتش تغير نظرة المجتمع ومعتقداته الرواسخة بأنك فعل يوم كده زائد انه وجود بقى مجلس قومي للمرأة ووجود كانت حرم الرئيس السابق يعني والتشريعات اللي بتتعمل والكوتة والمسائل دي خلت فيه شوية حاجة عدائية ناحية انك بتنتزع حاجة بالعافية المجتمع مش اقتنع بيه انت ما عملتش توعية للمجتمع وما عملتش تغيير لمفاهيمه قبل ما تفرد عليه حاجات انا شايفة انه حتى يعني سواء مثلا الدراما الوسائل الاعلام الصحف لا تهتم بهذه المسألة يعني حتى لما يكون فيه صفحات للمرأة مثلا في بعض الصحف فهي للازياء والطهي وعلاقتك بزوجك يعني اللي هي المسائل من اجلها خلقت المجلات النسائية لكن فين دور المرأة وفين تسقفها وتعلمها وحساها على المشاركة السياسية كل ده مش موجود فانت انت المناخ اللي بيوعي المجتمع وبيغير مفاهيمه غير متاح غير موجود السيدة هيبة احنا كل الاحترام طبعا للانتخابات اللي احنا فيها دلوقتي وكل الاحترام للسيدات المحجبات والمنقبات اللي نزلوا عشان ينتخبوا اذا كان الحرية والعدالة او حزب النور واللي هو قريدي مقتسح تلوقتي الانتخابات وكده طيب ما هو هنا المقولة او هو وجهة النظر هنا انه ما هو الشعب عايز كده يعني عايز انه انه الاتجاه الديني ده هو اللي يسود او بمعنى صح هو اللي يبقى نثبته كبيرة في مجلس الشعب او هو اللي بيعبر عن الشعب المصري بشكل اكبر مثلا فالمرأة ممكن تكون هي عايزة تبقى اكيد عايزة ترجع ان هي ما تبقاش لها دور سياسي ولا اقتصادي ولا بتاع عايز ترجع مثلا للمرأة اللي هي تبقى عادة في البيت وبتربي الولاد والعيال او شايفة احنا شعب عموما رجال او نساء شعب يعني يعشق الدين يعني الدين دايما ملازو ضد الظلم والقهر يعني الدين دايما ملازو او علاجه النفسي فده سبب انه لجوء الكسيرين للتصويت لمن يمثلون على طيارات الاسلامية لكن المرأة بالتحديد وهي اكثر كمان من الرجل يعني لانها بحكم ان هي دايما عندها شكوى لا تستطيع تصريح بها فبتصرح بها ربنا فدايما يعني ميالة ناحية الدين اكتر اه فيعني انا عايزة بس اقول ايه انه هو الخوف مش من الطيار الاسلامي يعني دي مش مخاوف حقيقة لا انا ما بتكلمش على الخوف انا بتكلم انه خلاص ما هو الشعب هو اللي اختار انه ما هو الاتجاه الديني ده او الطيار الاسلامي ده بيقول ايه بيقول ان المرأة تنعزل شوية او بمعنى اصح ما تبقاش في اختلاط ما يبقاش في يعني ترجع ملخص الموضوع ان هي تهتم اكتر بشكل او باخر بتربيت الولاد طيب ما هو الشعب هو اللي عمل الانتخابات وهو تقريبا قال كده اه بس انا عايز اقول لحضرتك حاجة انه جزء كبير احنا عندنا برضو جزء كبير من المجتمع اه يعني بيتبنى نظريت القطيع يعني ايه يعني المنطقة او العائلة او احنا اتفقنا على انه كلنا حندي لحد معين زائد انه فيه تصويت كان عشوائي يعني انا الحقيقة يعني مش فيه جدل كتير اصير حوالينا هزي المسألة وانه برضو الشعب عايز كده انا لا اعتقد انه الشعب عايز او اختار الطيارات الاسلامية او مانيوم السلمونها سواء الحرياء العدالة والنور لانه عايز انه دور المرأة ينحسر انا لا اعتقد زلك بس هو اه يعني اه ناس منظمين جدا عارفوا يعملوا دعاية كويسة اوية عارفوا اه يوصلوا للناس ان هم حيحققوا العدل وحيبقى ضد الفساد فالناس اختارتهم لزيلة انا هزود من الشعر بيت صغير كده من وجهة نظر يعني انه هم شغالين بقالهم سنين طبعا موجودين في الشارع قريبين من الناس وخصوصا اخر عشر عشر سنين يعني وخصوصا اكتر يعني في الاخر عشر سنين وما تنساش دور المساجد ده قربهم للناس قوي يعني دور المساجد والمعاشات الشهرية المساعدات حتى في ازمة انبوبت البوتاجاز نزلوا حلو الازمة مع الناس انا اقصد التواجد في الشارع والاحساس بمشاكل للناس وخصوصا ان هزي الطيارات اه غير طبعا هي موجودة في اوسط مصقفة جدك اللي هي نشأت من المناطق الشعبية والعشوائية طبعا نرجع تاني يا سوزة هيبة للمرأة ونرجع تاني للمرأة حتى انت بتقولي لي انه حتى قبل الصور اه طبعا طبعا ازاي ندعم المرأة بقى يعني ازا كان المرأة بتنادي بحقوق وتنادي انها هي تبقى في مراكز اه تنافس الرجل حضرتك بتقولي لي من من قبل ما نخش الهواء انه دايما ما فيش قيادات مرأة دايما القيادات او مش بنسبة تمثيلها في المجتمع يعني اللي كنت بقوله لحضرتك انه لما تدخل اي هيئة او مؤسسة هتلاقي نسبة النساء اللي عاملات فيها اه تقريبا توازي نسبة الرجال ويمكن اكتر اه يمكن اكتر لكن لما بيجوا يختاروا قيادة اه بيختاروها راجل يعني هو هو المشكلة ايه المشكلة انه الاسلام سوا بالتنين انت ليه مش بتساوي بالتنين اختار على اساس الكفاءة مش على اساس الجنس ولا اللون ولا العقيدة يعني هو المفروض كده فتدعم ازاي تدعم بقى بان نبتدي مرة في حياتنا نعمل التوعية الصحيحة التوعية الصحيحة ان احنا نتكلم على المساواة مش بس بين الرجل والمرأة المساواة في الاختيار عموما انه انه يبقى الاختيار على اساس الكفاءة والكفاءة فقط يعني نبطل والكفاءة في الجزء اللي احنا بنتكلم فيه ما يبقىش في كفاءة في حتة تانية واحنا بنتكلم في موضوع تانية يعني ازا كنت بتتكلم على الكفاءة مثلا في مهنة معينة الاعلام مثلا اختار من يملكون حسن الادارة حسن توصيل الرسالة للناس يعني اختار بغض النظر هو رجل يعني لازم نبطل لما نيجي نختار سواء قيادات او نختار الناس لاماكن معينة نبطل فكرة التصنيف هي فكرة التصنيف دي ما بتعملش بسواء نعم فكرة انك تقول هاخد ست وحاخد نسيح عشان كده بعملت اللي عليا لأ مش هو ده اللي عليا انا بشوف ان دور الاعلام مهم جدا الاعلام بيشوفه البسطاء والمتعلمون والمثقفون لو قدرنا بس وبدون يعني انا كنت شايفا انه في الفترة اللي فاتت قبل الثورة كان فيه تنظير اكتر من عمل حقيقي يعني كان فيه كلام على اهمية دور المرأة الناس مش بتقتنع بالكلام ده لكن لما نقدم النماذج جيدة لما نبتدي نفهم الناس يعني ايه مسواب دون ما تستفز داخلهم يعني النعرة رجل وست دي دايما بتخلق فريقين ضد بعض هم فريقين مكملين لبعض مش ضد بعض ستزا هيبه برضو انا ايه يعني انت حضرتك بتقولي ان احنا لازم نوعي طبعا عن طريق الاعلام بس في نفس الوقت ما ينفعش في الفترة اللي جاية او اللي انا هاخدها جاية دي وخصوصا انه الطيارات الاسلامية هي اللي هتبقى مسكي بقى معناها ان انا فيه اتجاه تاني لازم اتكلم فيه غير التوعية بشكل عام لازم بقى فيه حوار مع الطيارات الاسلامية اللي هي المفروض تقريبا هتبقى هي المسيطرة بشكل ده لو افترضنا انها ضد المرأة لكن هي لو طيارات اسلامية بتمثل الدين الاسلامي الحقيقي الاسلام لم يضطهد المرأة بالعكس ده ردلها حقوقها وخلاش هيك او الملاس مكانش بيحصل يعني نقصد احنا لو طبقنا روح الاسلام الحقيقي مش مظاهره فقط لو طبقنا الروح دي اللي هي ما هو العدالة يعني العدالة على ان من يحسن عملا يأخذ حقه طب انت ما بتعبرش كده في المجتمع رغم ان احنا مجتمع اسلامي او الغالبية في مسلمين بس انت بتعملش كده العدالة غير موجودة يبقى احنا ممكن نقول ان احنا مسلمين بس ما نكونش بنطبق العدالة وبنطبق يعني حسن المعاملة هي المشكلة ان احنا نفهم الحاجة الحقيقية ونعملها يعني يعني يبقى فيه اهتمام بالجوهر او بالروح اهم من المظهر المظهر مهم لكن ايضا الجوهر اهم طيب كثير من الاقاويل وقارتها في عدة صحف وعدة مش عدة صحف عدة قرأ بتقول ايه حتى قبل الصور على فكرة انه يا جماعة تم توسعه شوية يعني الستات تقعد كده على جنب شوية او تقل شوية في المراكز او في الشوية ده على اعتبار انها المراكز كتيرة يعني مثلا ده الوظايف في الوظايف يعني وتوسعه وتخلوا الالد اللي مش عارفين يشتغلوا ويبقى فيه في حالة بطالة في البلد تشتغل عشان يبقى فيه مرتب للراجل عشان يعرف يفتح بيت ويتجوزه مهو ده موجود من قبل الثورة بس عايز اقول لحدد خلص يبقى يبقى نقول البنات ميدخلوش الجامعة وميتعلموش مهو انت كده انت كده بتعمل حاجة خطيرة جدا خلص يبقى اللي يجيب بنت تكتفي بالسانوية العامة وتقعد في البيت تستنى العريس مهو اذا كانت حتتعلم وتكتهد وتاخد ميجستير ودكتوراء او تتفوق وفي الاخر حتقول لها خليك انت قاعدة في البيت عشان الرجل هو الاشتغل انا حجادل معاك شوية